بيوم الاثنين تصلوا بنا قالوا يا شقيقتكم عضتها زنابير تعال عليها لو تلحق لو ما تلحق أثناء ذهبي إليهم تصلوا عليها مرة ثانية قالوا وقتك محترقة وليست عضتها زنابير فعندما وصلت إلى بيتها اللي هي تسكن بأعيالها تبينت أن أختي ملفوفة بطانية ويعني متوفية الله يرحمها قال الزوج شقيقي رايح مبصم باسمي مقع مبصم ومقع على أخراج الإجنازة بالإضافة طلعت أن الطب العتلي يعلم أنه شقيقة مقتولة قتل وليست حرق وكاتبين دكتور جليل كاتب أنه أسباب الوفاء كاتب على الأغلب أن يكون الشنق والخنق والضربات القطعية الشديدة في الرأس وكتم النفس وبالإضافة لعصبها ثم الحاقها بالحريق النار التفاحمي هناك تقصير من قبل مركز شرطة سعادية الشاط ومديرية شرطة الخالص بالإضافة إلى المفروض قائل شرطة ديال المفروض يتبنى الموضوع طالب بنقل الدعوة إلى محاكم بغداد إلى محكمة الكارخ أو إلى محكمة تمييز يعني لا بد مؤلة نقل الدعوة مستحيل تبقى لأنك ضغوطات على القضاء أو على نقول مثلا على مديرية الشرطة هذا الشيء ملموس أنا ناشد رئيس الوزراء وأنا ناشد وزير الداخلية وأنا ناشد كل الخيرين اللي الجهات اللي هي معنية أنه تأخذ حق بنتي المغدورة اللي لا سبب ولا ذنب انقتلت وانغدرت يعني بغموض حال غموض بها فأنا أريد أنه يطلع دمها ويطلع القاتل حتى في سبيلنا الجزاء موسيقى